بسم الله الرحمن الرحيم جهود الدولة المصرية مستمرة في إجلاء الرعاية المصريين من الدولة السودان الشقيقة طبعا هذا عهدي بالقيادة السياسية وبالدولة المصرية وكل الأجهزة المعنية مرت على مصر أكتر من تجربة خلال السنوات الماضية هذه ليست تجربة والتحدي الأول للشعب المصري وأيضا للقيادة السياسية نتذكر جائحة كورونا وإجلاء الرعاية المصريين من الصين ومن الدول عدة حول العالم وأيضا لا ننسى أفغانستان ولا ننسى حرب روسيا وأوكرانيا وإجلاء الرعاية المصريين من أوكرانيا ولا ننسى كمان العديد من الدول التي شهدت الصراعات والتحديات الصعبة مصر بتولي اهتمام بشعبها القيادة السياسية هذا عهدي بكم إن أنتم توليتم الحفاظ على أمن المواطن المصري في أي أنحاء العالم نجاح الجهود المصرية في الحفاظ على المواطنين المصريين هذا نجاح بيثبت يوم بعد يوم قد إيه الدولة المصرية بتنجح في إجلاء الرعاية المصريين من أي بقعة في الأرض يكون فيها أزمة أو تحدي الحمد لله عودة أبنائنا المصريين وإن شاء الله تكلل الجهود بعودة باقي المصريين أو الحفاظ عليهم في السودان الشقيقة تمنياتي لكم إن شاء الله بعودة الاستقرار للسودان ولكل دول العربية كل الشكر والتأدير لكم